هذه العملية بتتم في مدينة القاهرة بتتم في منطقة الأوبرا هل لكم امتدادات أخرى في المحافظات؟ هو في البداية كنا شغالين في القاهرة للقاهريين ثم بدأت يحصل العكس بقى بدأ يحصل أن ناس شباب من محافظات كتيرة جدا يجوا يقدموا وينقلوا حياتهم من محافظاتهم إلى القاهرة عندي طلبة من أسوان وطلبة من السويس وطلبة من المحلة وطلبة من أماكن مختلفة ثم بقى في طلبة من الوطن العربي بيجوا عندنا أنا عندي سنة دي خمس طلبة من تونس ومن المغرب ومن اليمن ومن السعودية من قدول ومن سوريا الناس جايين من الخارج علشان يدرسوا داخل مركز الإبداع الفني فبقت المسألة أنه هو بقى جاذب للشباب اللي من مختلف المحافظات الموجودة علشان يجوا داخل القاهرة داخل المركز الأساسي ويحصل كده أنا طبعا أتمنى أن يكون فيه فروع في كل مكان شريطة النهاء ما تتعارضش مع الجهات الأخرى اللي بتعمل أنشطة المركز الدار الفني بيستهدف البحث عن مواهب ينفع تتحول إلى عالم الاحتراف وتبقى نجوم في عالم الاحتراف يعني مش بس مجرد أنه هو يمست لأن احنا محتاجين ندور على النجوم اللامعة اللي موجودة في كل المحافظات ويطلع منها ناس تدعم الوسط الفني تدعم الوسط الفني المسلسلات والأفلام وكده ودي لفل مرتفع شوية عن الورش التدريبية الأخرى يعني ده نوع وده نوع طبعا أحنا بنتمنى ده لأنه في النهاية هو موجود هذا المركز وهو مركز بذيع جدا جدا لكنه موجود فقط في القاهرة بالتالي هناك دايما طموح من شباب اللي موجودين في محافظات مصر الأخرى أنهم يلتحقوا به وهذا ليس سهلا صحيح؟ صحيح لأنه ده بيحتاج أنه ينقل حياته إلى القاهرة نعم في الواقع يعني أنا طبعا حصل لي على مدار السنين اللي فاتني أنا كنت أروح إسكندرية مثلا في مهرجان في الإسكندرية فيعملوا لي زي ورشة فنية فييجوا الناس يعملوها آخر مرة كنت في محافظة لقصر وفي مهرجان اسمه مهرجان شباب الجنوب وقالوا أن أنا هروح أعمل تلات يام جوال وفجأت بكم مهول من الأسوان ومن الأقصر ومن سهاج ومن إنا ومن كلهم جوم هما كانوا جايين يشاركوا جوال مهرجان لكن فينا ستنين جوم كمان علشان يشاركوا جوال التلات يام دور قد إيه حسيت أنه مهم أنه يكون فيه مشروع جديد ينشئ المراكز الإبداعية تبقى فيه أماكن مختلفة في أنحاء مصر لأن هي دورها مختلفة عن الثقافة الجمهيرية دورها مختلفة عن الأماكن التي تتبع للبيت الفني للمصر هي دورها مختلفة الصناعة بتاعتها مختلفة ترجمة نانسي قنقر